بجدد التحية بحضراتكم مرة تانية وهنروح معاكم دلوقتي لأخبار نادي الزمالك ونادي التعاون السعودي جدد اهتمامه مرة تانية بضم مصطفى فتحي نجمة نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشطوية الحالية عشان يدعم أكيد صفوف الفريق ويستفيد من اللاعب واللي سبق اللاعب في الصفوفه قبل أربع سنين برغم أن التجربة ما كانتش تجربة نجحة كليا بسبب الإصابة وطبعا أنهت موسم عارضه بشكل مبكر وبحسب تأكيدات مصدر جوا نادي الزمالك فإن دارة الزمالك تتحفظ على فكرة إجراء أي تعاملات مع التعاون طبعا بسبب ذكريات الرحيل السابق للفرنسي باترس كارتيرون المدير الفني للفريق في ولايته الأولى بعد طبعا مراحل بشكل مفاجئ عن الفريق قبل مباريات دور نص النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا عشان ينتقل بعد أيام قليلة جدا للفريق السعودي واستغضب أكيد من مجلس الإدارة كثفت كمان إدارة الزمالك من مفوضاتها عشان يجدده عقد مصدفة فتحي خلال 72 ساعة اللي فاته دول حتى لو وافق نادي الزمالك على عرض التعاون في أي لحظة سواء بقى عارة أو بيعا هاي يكون جدد عقد اللي يقدر أنه يحقق منه استفادة مادية كويسة من بيع أو عارضه زي ما قلت لحضرتكو كمان كلف الفرنسي باترس كارتيرون المعاونين بتوعه أن هما يتابعوا لعيبة الفريق الدوليين طبعا الموجودين دلوقتي مع منتخبات بلدهم عشان يشاركوا في بطولة أمم أفريقيا طلب من أفراد الجهاز المعاون ضرورة متابعة كل اللعيبة الدوليين في منتخبات بلدهم وإعداد كمان تقرير عن كل لعب من حيث طبعا المشاركة واللي قدموا خلال الفترة دي في البطولة بضم المنتخب الوطني كل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود حمد الوينش وإمام عشور وإحمد سيد زيزو كمان بيتواجد حمزة المثلوتي وصيف الدين الجزيري ضمن صفوف منتخب تونس كمان وجه جهاز الفني قيمة من التحذيرات للاعيبة الفريق المحليين عشان يحافظوا على لياقتهم البدنية والحالة الصحية أكيد خلال فترة الراحة الحالية واللي بيخضع عليها اللعيبة لغاية يوم 5 يناير الجاري في ظل توقف دوري لمشاركة المنتخب الوطني في أمم أفريقيا كان الزمالك حصل على راحة لغاية يوم 5 يناير اللي جاي ويستأنف بعد كده الفريق تدريباته من يوم 6 يناير بعد إلغاء معسكر الإمارات